اهلا بكم في حلقة خاصة حلقة استثنائية من الائل خطة احمر اهلا بك يا فارس سلاسية تاريخية بنحضرها وبنعيشها حاجة شرف كبير جدا وسعادة كبيرة جدا بنعيشها مع جاملين الائل اهلا بك يا احمد وحس احساس الرجل بتاعونيس بتاع تلاتة انا حس تلاتة جدا يعني يا الله لا عايزين نحب رقم خمسة ان شاء الله طبعا سلاسية تاريخية للنادي الائلي ما تقررتش كتير خاصة لما تكون مرتبطة بدوري ابطال افريقيا اللي غاب عننا وفارس هيعد معايا 2574 ليلة سبع سنين وسبعتاشر يوم تقريبا والحمد لله ان البطولة حصل فيها بعض الظروف وتأجلت لفترات كتير جدا لان احنا هنا من خلال البرنامج قلنا ان البطولة دي هي بطولة المخلصين فكان لازم اللي يبقى موجود في الكدر او اللقطة التاريخية يكون شخص ليدر مخلص والحمد لله وصلنا للمرحلة دي لان بالفعل يا فارس النادي الاهلي هو نادي الطموح الحقيقي ولو انت طموحك كبير فما كانت جوا النادي الاهلي انتفق معاك جدا يا احمد عشان كده لو عرضنا الصورة اللي بتجمع بين التلات القاب الصورة دي يا احمد بالنسبة لي هي المشهد الاخير يعني دي المشهد اللي انت بتشوفه وبتنسى حاجات كتير قابله بس عشان توصل للحظة دي احنا مرنا بحاجات كتير جدا احيانا وقت الفرح بتلاقي كل الناس حواليك كل الناس بتقولك الله ينور كل الناس مبسوطة كل الناس حتى بتحاول تاخد جزء من الاحتفال او جزء من الفرحة انما مش ده اللي كان المشهد المشهد كان فيه ضغوط لم يتعرض لها النادي الاهلي احمد تقريبا على مدار تاريخه اللي انا على الاقل عصرته ما شفتش النادي الاهلي مر فكرة لها علاقة بحجم التجاوزات وحجم الضغوط وحتى ان يبقى عندك منافسين بيدفعوا الارقام دي خصوصا مع دخول نادي بيرامة زعموم من في الكرة المصرية والبعض زي ما انت قلت حاول يصور ان فكرة الطموح بقى خارج النادي الاهلي بس المشهد ده كان هو الرد تخالي احمد احنا وفرق عشرين نقطة عن نادي الزمالك في بطولة الدورة وبتخسر ماتش كان بيتقال المكتب هو اللي بيجيب الاستقرار وان ما عندكش استقرار كان بيتقال ان الادارة عندها مشاكل كان بيتقال ان اللعيبة دي لا تصلح للنادي الاهلي بالكامل ولازم يتسرحه انت متخيل يا احمد لو كنت خسرت نهاية دورة يا بطال افريقيا قالوا ده حيبقى ايه صدقني كتير من المبتسمين كان وضعهم حيبقى مختلف تماما بس حتى لو ابتسامة زائفة على وجههم احنا راضين بيها طالما جمهورنا هو اللي مبتسم الابتسامة الحقيقية لطالق بالنادي الاهلي يا احمد احنا حاولنا يا فارس خلال حلقاتنا في البرنامج نوضح للناس ان وقت الهزائم بتظهر النواية بشكل كبير جدا اللي حصل بعد دوري ابطال افريقيا او انهاء دوري ابطال افريقيا في مباراة ديربي بين الاهلي والزمالك وخسارة لنادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا ما شفناش اللي حصل في الاعلام لما الاهلي خسر امام الزمالك في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للنادي الاهلي بالمناسبة احنا مش بنقول للاعلام هجمه نجا نادي الزمالك انه هو خسر نهائي دوري ابطال افريقيا بالعكس اللي انتو بتعملوه دلوقتي هو الصح لكن اللي عملتوه مع النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي ولعيب النادي الاهلي وقت لما خسرنا مباراة تحصيل حصل كان هو الغلط وعشان كده كنا لازم هنا نشير للغلط ده ونوضح الأمور دي زي ما أشرنا كتير جدا زي ما بنقول لمشوار صعب جدا مرنا به عشان نحقق البطولة من وجهة نظري الأغلى والأصعب وبالفعل تاريخ النادي الأهلي ما تعرضش الناس بتحاول تهز سوابتك بشكل كبير زي المرة دي فكرة الطموح دي أمرك ما كنت تسمعها في وقت وجود النادي الأهلي أي لعب طموحه يكون النادي الأهلي هو لعب كبير لكن فيه لعبة بتفكر أو طموحها بيكون مختلف عن طموح المجد والبطولات وبشوف من وجهة نظري أن ده طموح صغير فبالتالي كل واحد بيختار على حسب طموحه وعلى حسب هو باصص لإيه وهو معه كل الحق لكن هنا لازم ندعم الناس اللي وقفت لآخرة الخط وقلنا قبل كده قطر النادي الأهلي مكمل ناس كتير هتنزل من المحطات لكن يا بختو اللي بيكمل مع قطر النادي الأهلي لنهاية أي محطة وكله بطوله هي نهاية محطة وبالتالي أفشة وعمر السلية وكل الرجالة وصلوا جماهير النادي الأهلي لحلم السعادة هتخلت في التاريخ ولقطتكم دي تستحقوها وتستحقوا عليها كل الثناء لأنها قفلت أبواب كتير يا فارس كانت ممكن تفتح علينا بشكل صعب قفلت أبواب كتير وخلت بطولاتنا حقيقة مش مجرد يفتع أحمد ولا شعار إحنا بطولاتنا واقع نمتلك منه الكثير اللي مش عند حد تاني في مصر وإن شاء الله عمر ما يبقى عند حد عصرنا كان في الآلة خطة أحمر كان بطولة حاليا لازم نعد بقى يعني ما نعدش إحنا كمان لا كتير كنا عملنا تصميم وإحصائية بس فعلا الحمد لله ناردين بطولات هنا أهم والله يا أحمد من الاحتفال أن فيه أوقات صعبة كتير مرت علينا كنا في الوقت ده حضرين وبنرد وما بنسيبش الآلة في حاجة وده عندي أهم من أي حاجة الحمد لله طبعا فيه كله خد السناء خلال الأسبوع اللي فات وخلال الفترة اللي فاتت لكن كان فيه واحد اتقال عليه الرجل التاني فبقى أصبح أول رئيس في أفريقيا يحقق لقب دوري الأبطال وهو لاعب وهو رئيس نادي طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي جايين نشوفه النهاردة بعين ثاني كلام كتير بيتقال عن فكرة الانتصار اللي بيتحقق بيكون بيسبقوا معطيات ومقدمات منتظمة بتوصلنا في النهاية أن احنا نعرف أن ده طريق الانتصار ولا ده طريق الهزيمة البداية ما ابتدتش مع بداية بطول الدوري أبطال أفريقيا لكن البداية ابتدت مع مدخلة الكابتن محمود الخطيب اللي من وجهة نظري بشوفها تاريخية بعد الهزيمة أمام الترجل التنسي وخسار الدوري أبطال أفريقيا كان الكابتن محمود الخطيب شايف أن في ملفات لازم تتفتح عشان يحط النادي الأهلي على الطريق الصحيح الأهم من كل ده أنه أكد أن الملفات دي كانت هتتفتح هتتفتح حتى لو كان الأهلي أخذ بطولة دوري الأبطال أمام الترجل لأنه كان شايف أن المصار الصحيح محتاج تعديلات كتير مرينا بظروف صعبة مرينا بمورات سانداونز ولكن في النهاية مرينا ووصلنا لغاية نهاية دوري الأبطال عشان البطولة التاسعة في تأجيلها يكون كل الفرحة دي تكون على حساب نادي الزمالك في نهاية تاريخي ونهاية نادي القرن وبالصورة دي لازم نوضح المشوار اللي كان في بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي احنا هنبتديه من أهم لقطة من وجهة نظري وهي لقطة سجدة الكابتن محمود الخطيب بعد صفارة الحكم وفوز النادي الأهلي بأغلى بطولة وطبعا زي ما حضراتكم شايفين ما اعتقدش أن فيه أهلاوي شاف المشهد ده اللي لما كل مشاعره اتحركت تجاه الراجل اللي اتحمل هموم كتيرة جدا واللقطة دي بتوضح أنه هو برغم الجهد وبرغم التعب وبرغم الأغذ بالأسباب كان دايما يا فارس رام حموله على الله ودي كانت سجدة شكر بينزل من على كتفه فيها حمول كتير جدا لو كان لقدر الله خسرنا البطولة كان الكابتن محمود خطيب هيتعرض لانتقادات صعبة جدا 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 وبالتالي لما انحق البطولة لازم يتعرض لثناء يستحقه لأنه بالفعل بازل مجهود كبير جدا كله أعضاء مجلس إدارة طبعا مدخلة البشمهندس العامر فروق نائب رئيس مجلس إدارة مع الزميل إبراهيم فاق كان قال احنا كلنا صبرت للكابتن محمود الخطيب لان هي دي وحدة المجلس وهو ده المجلس اللي بروح الفنينة الحمرة اللي بالفعل وصلنا البطولة تاريخية أكيد العمل في النادي الأهلي جماعي وكل الناس تكتفت عشان نوصل للمشهد ده بس حاب أقول حاجة أحمد أخذ من كلامك فكرة كابتن محمود الخطيب لا يحب السناء علي ولكن هو تحمل كتير جدا وده حقه أنا شوف تقرير كان معمول على قناة أخرى مش حتى مش قناة النادي الأهلي في برنامج الزميل إبراهيم فاق تمن أو تسع أفراد تسألوا إحساسك إيه بالبطولة عايز تقول إيه كان بقول أنا باهدي البطولة لكابتن محمود الخطيب مشهد أنا في حياتي ما شفتش جمهور هو اللي بيهدي البطولة لرئيس نادي ليه عشان حجم الضغوط اللي رئيس النادي ده مر بيها وحجم التجاوزات غير مسبوقة في تاريخ النادي الأهلي محدش تحمل الحجم ده من الضغوط وبيئة العمل اللي كانت محيطة بالنادي الأهلي من خارجه ومش داخله فلما بتوصل للحظة دي لا يا كابتن محمود الخطيب إحنا اللي بنقولك ألف شكر وده حقك وحقك لازم تاخده زي ما كتير جدا تحملت وزي ما كتير جدا ما كناش بنقدر نقول إن حضرتك متحمل كذا أو تستحق الشكر في كذا لأن كنت أنت عايز كده بس المراتي إحنا لازم نقولك ألف شكر على اللي أنت تحملته وعلى اللي في النهاية حققناه وكل المجلس وكل المجموعة اللي إن شاء الله منتظرين بيها يا أحمد أكتر من كده كمان ولو شفنا على مدار البطولة زي ما قلنا السيناريو ماشى إزاي هنشوف إزاي كابتن محمود الخطيب كان حضرت في كل لحظة لو شفنا لقطة سان داونز كابتن محمود الخطيب عارف إن الخلفية الزينية للمباراة خسارة تاريخية السنة اللي قبلها كان موجود كنت موجود في بريتوريا رغم إن أنت كنت خسران خمسة الموسم اللي قبلها وكابتن محمود الخطيب موجود مع اللاعبين واحد واحد بيشوفهم واحد واحد بيقابلهم وبيعملوا الدور اللي هو فعلا كل اللاعبة لقطة الكهرباء مش من فراغ يا حمد لقطة الكهرباء هي محصلة اللي اللاعبة كلها عشته مع كابتن محمود الخطيب كلام حسين الشحات كلام كل اللاعبين حمد الشناوي في كلامه عن الكابتن محمود الخطيب وإهداءه اللقب للكابتن محمود الخطيب لأن استشعر قد إيه الكابتن محمود الخطيب كان تاعب مع الفريق كلنا وعشان كده احنا كان لازم نقول الكلام ده النهاردة رغم ان احنا عارفين ان كابتن محمود الخطيب ما بيحبش السناء عليه بس احنا ما كناش هنقدر غير ان احنا نستعرض ده لانه جزء صغير او من حقه علينا وما كانش دي اللقطة بس لا ده في محطات كتير وجهناها طبعا مين ينسى محطة الهلال السوداني اللي انت محتاج فيه على الاقل تعادل عشان تخرج او تسعد من المجموعة وحصل كمية شحن اعلامي غير طبيعي شحن جماهير الهلال السوداني فكان مين رئيس البعثة ومين اللي كان قلبه مع الفرقة الكابتن محمود الخطيب اللي راح المرش الهلال السوداني وكلنا شفنا المشهد اللي كان مرعب وفكرنا بذكريات سيئة جدا لجمهير الناد الاهلي لما بعض الجمهير حاولت تقطح ملعب الهلال والنتيجة كانت واحد واحد كان الكابتن محمود الخطيب واقف في المقصورة وبيشاور لجمهير الناد الاهلي اننا مش هخرج من الملعب الا بعد اخر مشجع يخرج من الملعب كانت مشاهد دايما لازم نحطها في الاعتبار لان لقطات زي دي لازم تكون لقطات تاريخية كان مشهد الزهاب ايضا في برات الزهاب كابتن محمود الخطيب لما استشعر ان جمهير الناد الاهلي في ملعب السلام عندها بعض المضايقات نزل لحد الصور المدرج وهد الجمهير وتفاعل مع الجمهير وهو كان بيعاني من تعب فارس واثار كتبينة جدا في مشيته فده دور القائد ده دور الليدر ده دور الملهم الاب فعلا والله ده دور الاب فعلا واللي زي ما بيتقال كده على قدر اهتمامك على قدر انتصارك على قد ما تهتم بالتفاصيل على قد ما تحقق الانتصار وكان عندنا لقطات اخرى حابين نخلدها ومشاهد اخرى في البطولة دي مشهد الوداد ياحمد صعب حد ينساه كابتن محمود الخطيب هو في التدريبات شخصية اللاعب مع شخصية المدرب مع شخصية الاداري كل ده اجتمع واحنا شفناه وقتها واقف بيتفرج على التدريب سبحان الله انا في اللحظة دي كنت كتبت وقتها ان انا عندي ثقة تمة ان ربنا هيكرم كابتن محمود الخطيب هيكرم النادي الاهلي لان فعلا انت مستني ان ربنا يكفأك على مجهود فعلا بوزلة من الجميع وعايزين نقول حاجة ده يا جماعة ارقام والارقام لا تجذب كابتن محمود الخطيب كلاعب وكعضو مجلس ادارة ثم تدرجه كنائب ورئيس النادي الاهلي هو اكثر حد في تاريخ النادي الاهلي حقق بطولات مجتمع لما تحطه في المناصب المختلفة دي من بداية ما صرته كلاعب وده برضو يدل ان اللي كان بيتكلم ان كابتن محمود الخطيب الادارة حاجة واللعب حاجة اعتقد دلوقتي بقى القصة واضحة وده اللي هننقل منه على جزء جديد اقول لك رقم ممكن يكون البعض مشو اخد باله منه النادي الاهلي حقق في 38 سنة و 17 يوم 9 القاب دوري ابطال افريقيا الكابتن محمود الخطيب منذ اول بطولة لاخر بطولة ال بطولة التاسعة كان له دور مؤثر جدا من وهو لاعب وهو عضو مجلس دارة roman رئيس الوحيد اللي على المدار ادارة النادي الاهلي اللي حقق او ساهم في التسع القاب دوري ابطال افريقيا اول هدف سجله كان في 1976 واخر هدف سجله في مرمى اول هدف كمان للنادي الاهلي في البطولة الافريقيا كان الكابتن محمود الخطيب واخر هدف للكابتن محمود الخطيب كان في نصف نهاية امام كوتوكو ولكن حتى الآن مازال الكابتن محمود الخطيب بيسجل أهداف ويا لها من أهداف غالية بنعتذر طبعا للكابتن محمود الخطيب زي ما قال فارس هو لا يحب السناء عليه ووقت مغسرنا البطولة عمل مداخلة لكن وقت الفوز بالبطولة اختفى تماما من الصورة وهي دي عادة رؤساء مجلس إدارة النادي الأهلي على مدار التاريخ لكن البعض كان بيحاول في منتصف الطريق يقلل من قيمة مجلس إدارة النادي الأهلي مش بس الكابتن محمود الخطيب كان الجميع خاصة اللاعب حسن عبد الربو نطلع نشوف الفيديو ده عشان عندنا كلام كتير لازم نعقب به هل شايف ان المجلس الإهلي بيتأثر بشكل كبير جدا أو بيعمل حساب كبير جدا للجماهير وهو بياخد قراراته فبالتالي ده بيوقعه في أخطاء اللي جوه في ناس مش على قدر المسؤولين أنا شايف ان من صنين كتير مشوفناش نادي الأهلي كده وانا بنشوف نادي الأهلي بياخدوا الكرارات الصحة الكل حكا بتعمل صحة الفترة اللي فات دي كلها فيه تخبط إدارة موجودة نادي الأهلي والتخبط الإدارة ده معناه ان في جوه ناس هناك أسماء كتيرة حسن انت بتكلم ان كابتن محمود الخطيب راجل تسلس بكلاه عن كابتن محمود بس اللي حاولك دايما اللي حاوليك خالد دارندالي العمري حتى الشباب الصغيرة شباب كلهم عندهم خبرات كويسة جدا بالنسبة يعني انت بتتكلم في ناس عندها خبرات كبيرة جدا الناس اللي مسكة ملفات الكورة بتتكلم كابتن محسود صلاي عنده خبرات كبيرة جدا يعني في ناس كتير عم امتى من سنين فنشرع رمضان صبح بالععد وللا لان نرى الناردها والصغرة اللي لناد الأهلي بيقول عمره ما سوف نشرع لاد الأهلي بواقس عجبني أزهل يوجه السؤال وسؤال عارف أنت السؤال اللي يوجه للإجابة أنت شايف أن النادي الأهلي بيخاف أو ما يcome towers الأهلي بيخاف من جماهير النادي الأهلي على السوشيال ميديا ده سؤال أكيد حسن عبد الربو هياخد السكة اللي هو خدها دي بالزبط لكن خدع حتى كمان بمصطلحات صعبة جدا ما ينفعش تطلع من لاعب كان في منتخب مصر في يوم من الأيام ويقول أن مجلس إدارة النادي الأهلي مش على قدر المسئولية أنت مجلس إدارة النادي الأهلي كله قامت من بداية من أكبر رأس فيه وقال كابتن محمول خطيب رئيس النادي مرورا بوزير للشباب والرياضة الأسبق النائب المهندس عامري فاروق لحد أصغر نائب في السن يقدر يدير مؤسسة ويقدر يدير منظومة العمل في النادي الأهلي عمل مبني على مؤسسة ما ينفعش وانت كنت لاعب ومنتخب مصر يكون ده كلامك عن الناس أفاضل حققوا البطولات دي حققوا البطولات دي وما ينفعش تقولك فيه تخبط وانت شايف مسيرة أو مش عايز تشوف مسيرة من التصحيح بدأت من يناير وصفقات للنادي الأهلي تم المجلس عداء عشان النادي الأهلي يحقق رغبة جماهير النادي الأهلي لأن أي حد بيشتغل في النادي الأهلي هدفه الأول هو إرضاء جمهور النادي الأهلي مش الخوف من جمهور النادي الأهلي ما فيش علاقة خوف بين مسؤول وجماهير النادي الأهلي يا كابتن حسني العلاقة اللي موجودة علاقة حب الجميع بيتكاتف على صناعة مجد النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي فهذه صفقات تم عرضها أو تم استخدامها من أجل فرحة جماهير النادي الأهلي بالبطولات اللي اتحققت وأعتقد جزء كبير جدا من الصفقات دي لها دور مؤثر بشكل كبير جدا في تحقيق البطولات في الفترة الأخيرة وأعتقد ده فرس نجاح كبير لمجلس إدارة النادي الأهلي كمان مترجم لبطولات معك يا أحمد وبعدين كابتن حسن عبد الربو كلامه كله مغلطات لسبب هو جاء تكلم في وقت كان النادي الأهلي فيه متسايد الدوري وبيلعب في أفريقيا ما خرجناش من بطولة ده الكلام ده كان في اللحظة كان بطل الدوري مش متسايد الدوري ولسه في كاس مصر حظوظنا موجودة وفي كل البطولات انت بتنافس فهنا الكلام لمجرد لاعب كان انتقل لمكان أو كده بدأنا نتصيد الأخطاء بعدين كابتن حسني يعني هو واضح أن انت أساسا واخد توجه الإدارة وفي الإسماعيلي ونفسك تكون موجود وفيه منواشات بتحصل وقلبك على الإسماعيلي كل ده حلو بس نصيحة ليك بقى لو عايز تتعلم إدارة بجد تعلم جوه مدرسة النادي الأهلي مش هتلاقي مدرسة أعظم من كده تتعلم فيها لو انت كنت لاعب في لعبين بتطلع تحتارف عشان خطر تطور من نفسها انت تبقى حلمك تعمل معايشة جوه مجلس إدارة النادي الأهلي عشان بس تحاول تلقط حاجة صغيرة تفيدك كتير جدا في الكارير بتاعك حتى هو لعب يا فارس حلم ان هو ينضم للنادي الأهلي لصناع التاريخ لأنه عارف ان التاريخ في نادي الأهلي اعتقد القدر دايما بيليق باللعب اللي فعلا يكون يستحق يلعب في النادي الأهلي هل يتواجد فيه ولا لا أحيانا الأقدار بتخدمنا نشوف بقى بطولات النادي الأهلي اللي حققها في الموسم اللي كان كله تخبط ده في موسم واحد بس أربع بطولات على مستقى كرة القدم وان شاء الله لسه الباقي يعني جاي دوري كرة القدم للمرة الـ 42 أبطال أفريقيا للمرة التسعة بعد غياب سبع سنين كاس مصري للمرة 37 السوبر المصري للمرة الـ 11 دوري الطايرة كاس مصري كرة الطايرة رجال دوري السيدات لكرة الطايرة دوري كرة السلة سيدات تمام بطولات وهنا ما جبناش في الألعاب الأخرى احنا يد طايرة كرة قدم وسلة دي البطولات اللي حقها المجلس اللي بتراه متخبط ومفيش مجلس أي نادي في مصر يقترب بنسبة مئوية حتى من نسبة نجاح إدارة النادي الأهلي فده حبينا نوريكو في لحظات كان ازاي الصورة بتتشاف وكان بيروج لإيه وهل الكلام ده كان أحكام نتجة عن رؤية ولا مجرد تغبيط مين يا فارس النادي اللي تتوقعه الموسم ده حق بطولات في الألعاب دي يعني يقترب من النادي الأهلي لا في الاتحاد السكندري ده في السلام الاتحاد السكندري اقترب من النادي الأهلي وحق أربع بطولات ولكن الكابتن حصن عبد الربو شايف إن الانتقاد يروح للنادي الأهلي اللي محق تمن بطولات ومكتسح كل الألعاب طبعا أحمد وانا زي ما بقول أنت بتاخد الصورة كمجمل نروح بقى لقصة تانية خالص أهمية البطولة بقى آه يعني كابتن ميدو كان طرف في الحوار وحنرى حكمه هو شاف إيه البطولات المهمة وإيه البطولات اللي مش مهمة وفي نهاية المشهد لو حققت ايتم أنا جاحت دي رسالة من ميدو لحسن عبد الربو نطلع ونشوفها نارضة على مرحلة حياة أمود يكسب بطولة أفريقيا بطالة دولي يعني كل اللي أنا بعمل ده أعتبر فشل بالنسبة للناس قصتها لنا مكسبتش الدولي أنا مكسبتش الدولي زي الأهل الأهلي عنده شواء كريدت بسب الدولي إنما النارضة الزمالك داخل أريان نارضة بس باك معاب تلتين ولا أهم البطولتين الكو السوبر حاجة البطولتين الكو بار الدولي وبطولة أفريقيا بطالة دول الكاس والسوبر دول حاجة تانية دول إيه عارف لما بتعمل أكل عالوة كده في الآخر وبتحط لها شاية حاجات حقل وفوقية دول السوبر والكاس علشة ما احترامه البطولتين اللي بيعايشه قلبية كبيرة الدولي وبطولة أفريقيا بطالة دولي هو ده اللي الجمهور بيجي لك في الآخر يقول لك يا عام يعني مثلا إيه ما تخشش في خمس متوات ما تقول لك سبت الكاس وتلين سوبر ماشي حيل واوي عملتوا البطولتين دلوقتي كده ما بالك بقى الأهل كان واخد الدوري وحظوظه قائمة في الكاس وخد دوري أبطال أفريقيا أعتقد أكبر رسالة من مقدم البرنامج اللي انت بتطلع معاه ضيف يعرفك إذا كان النادي الأهل حقق أهدافه ولا لأ مقارنة بأندية زي ما قال ميدو ممكن تطلع من الموسم من غير أي أهداف لأن دايما بتبص على بطولات المباراة الوحدة ودي مهمة جدا يا أرسل طبعا دي خلاص بتوضح حقيمة البطولة دوري الأبطال أفريقيا والدوري فالنادي الأهلي خد الأساس وخد برضو شوية الزينة اللي على الطرطة زي ما بيقول ميدو اللي الحقيقة عنده برضو موقف ضد ماجل صدارة النادي الأهلي وحاجات بيقولها بشكل غريب جدا ده زا كان بنقول الكابتن محمود الخطيب مش بيرضى أن نحن نصني عليه هيرضى أن نحن ننتقد حد في قناة النادي الأهلي أو حتى خارق قناة النادي الأهلي لكن ما علينا المهم الحمد لله خدنا السلسية ولكن كان في مشكلة تقريبا في مركز رقم 8 أو رقم 6 في مشكلة في نص الملعب تقريبا على مدار التاريخ في علاقتهم بالنادي الأهلي أنا مش عارف إيه المشكلة دي طلعنا من الكابتن حسن عبد الربو اللي كان بيحلم أنه يلعب في النادي الأهلي للكابتن مجد عبد الغني والكابتن مجد عبد الغني كان له تصريحات كتيرة جدا وقت التعاقد مع بيت سمسيماني وكان بيتكلم عن فكرة بقى اختيار جنوب أفريقيا وما شابه طب لما النادي الأهلي يا كابتن مجدي حقق دوري أبطال أفريقيا وحقق الكاس كان كلامك إيه؟ هل كلامك تغير وبدأت تورينا أن فعلا أنت كنت بتنتقد بموضوعية وبمنطق لصالح النادي الأهلي ولا أنت واخد خط كده مش هترجع عنه نشوف الفيديو بتاع الكابتن مجد عبد الغني ملك نص الملعب النادي الآلي الأسهل يعني احنا عايزين برضو نبقى بصرحة نادي الآلي مبارات الزمالك كان الزمالك هو الأفضل طول لكن النادي الآلي هو اللي عارف يخلص اللقاء وعارف يكسب اللقاء وعشان كده حصل على طول النفرسين نفس القصة برضو دلوقتي يعني المطروض أن إمكانيات النادي الأهلي وإمكانيات لعبة النادي الأهلي والجهاز البني النادي الأهلي أقوى كتير من لعبة طلاع الجيش لكن أنا شايف أن صلاعي الجيش من أول اللقاء ند جامع جداً للنادي الآلي بيحاول يضيع فرص له مجموعة فرص يعني ثلاثة أربع فرص ممكن أنه كان يحرز منهم أهداف النادي الآلي طبعاً خط الهجوم بتاعه عنده مشكلة في خط الدفاع وعنده مشكلة في خط الهجوم في خط الدفاع قدر صلاعي الجيش أنه يخترقه أكتر من مرة وكان ممكن أنه يجيب هدف في الشرط الأول وبرضه في الشرط الثاني خط الهجوم مش عارف يخلص اللقاء مش عارف يجيب قول واثنين عشان ينهي اللقاء ويقدر أنه هو يحرز كاس مصرحة السلاثية لكل جمهور المدلالي بيتمنها وليه لم تحدث أعتقد من سنة 82 يعني احنا آخر جيل خدنا دوري وكاس وكاس أفريقيا كابتن مجد عبدالغني بيتكلم عن إمكانيات النادي الأهلي اللي بتفوق طلاعي الجيش وده أمر لا خلاف عليه لكن مش حاطط في اعتباره أن طلاعي الجيش تخطى برامدز في دور التمانية بإمكانيات برامدز التسوقية العالية جداً اللي كابتن مجد عبدالغني كان بيشيد بها في يوم الأيام ثم تخطى نادي الزمالك وصيف دور الأبطال ووصيف الدوري للنادي الأهلي بسلسية في مرمى نادي الزمالك في الدور نصف النهائي فبالتالي فريق في مباراة كاس لازم الفريق يحترم الأهم كمان احنا نتكلم طبعاً عن التحليل والأرقام لكن الكابتن مجد عبدالغني قضيع 3-4 فرص في الشوت الأول واللقاء ده كان قبل درقالات الترجيح أو قبل الوقت الإضافي مع الأستاذة لميس الحقيقة أن أول فرصة أو أول قورة محاولة لفريق طلاعي الجيش انترجت على النادي الآن كانت بعدت ديها 60 يعني خلال 60 ديها ساعة لعب هي محاولة واحدة فقط لغير لكن ده مش موضوعنا لكن كمان كابتن مجدي تغلط في معلومات وتتلاشى أو تتجاهل أو تتناسى إنجاز 2005-2006 و2006-2007 وتقول إن السلسية دي ما تحققتش إلا سنة 1982 بالمناسبة سنة 1982 النادي الأهلي ما حققش سلسية والسلسية الوحيدة اللي تحققت في التامينات ما كانتش دورة أبطال أفريقيا زي ما هنستعد على الشاشة كانت بطولة أبطال الكؤوس أبطال الكؤوس والدوري وكاس مصر زي ما حضراتكم شايفين بالزبط 84-85 لكن السلسية اللي اتحققت بالفعل هي كانت في أبطال دوري كانت 2005-2006-2006-2007 وفي بعض اللابس عند بعض جماهير النادي الأهلي نظام بطولة دوري أبطال أفريقيا كان بيخلص في شهر إما نوفمبر أو ديسمبر فكانت ترتيب تحقيل بطولات كان بيبقى دورة أبطال أفريقيا ثم الموسم يكمل فتاخد دوري وكاس وده اللي حصل في الفوز على النجم الساحلي واللي حصل في الفوز على استفاقص التونسي لأن بعض الناس فارس بتتكلم عن فكرة نحن اتغلبنا من النجم الساحلي فزي حطين 2006-2007 وبروات النجم الساحلي داخل موسم 2007-2008 بالزبط بس بعيدا بقى عن المعلومات اللي وضحناها وأرقام ما في يعني لا الأرقام لا تجذب ولكن كابتن مجد عبدالغني مش عارف يفرح ده إحساسي والله العظيم أنت مش عارف تفرح مش عارف تفرح مع النادي الأهلي مش عارف تفرح زي الأهلوية اللي بيحصل مع النادي الأهلي مش موجود وأي حد بيتابع كرة على مستوى العالم مفيش فريق بيبقى واخد الشامبينز ليج بتاعة القرى بتاعته وبيبقى عنده مباراة في الكاس على فكرة أنا لو النادي الأهلي بره فريق أوروبي وخد دوري أبطال أوروبا وعنده مباراة في الكاس وقرر يلعبها بالبودلاء كان شيء على فكرة مفهوم جدا وكان شيء وارد جدا وفرق كتير جدا بتتعامل مع الكاس معاملة مختلفة جدا وهي بطولة المفاجآت ولكن إحنا عندنا الاعتبارات دي مش موجودة انت كسبته زي محمد قال فريق طلع بيرمز وفريق طلع عزة مالك لا نيجي عندك انت ولازم حنقف انت ازاي رغم القيمة دي انت ازاي بتخسر وموسماني كابتن مجد عبدالغني من فيديو اللي جاي هو ده بقى النقطة حنفهم الكلام اللي كلمكم فيه أحمد خلفيته أصلا إيه إن فيه تربص نطلع ونشوف الفيديو مع أستاذة لميس ونطلع نعق يعني ما زلت متحفز على موسماني وعلى أداؤه أنا النادي الآلي لو خد الدور العام هو أخده من قبل موسماني كان لسالح النادي الآلي أكتر من نادي الزمالك نادي الزمالك ضيع وكان هو المتسيد ولكن النادي الآلي خلص اللقاء برجلة أفشا إنما والنهارده برضو المفروض ان بيلعب طلع الجيش برضو النادي الآلي كيمة لعيب النادي الآلي تساوي أضعف 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 قيمة لعبة طلاع الجيش لكن برافو طلاع الجيش لعب مباراك ويساق خرج بيراميس خرج الزمالك عنده لعبة أنا شايفة سمير يعني لا أحمد سمير عمل ماتش كويس قوي لا لا بصراحة يعني فريق طلاع الجيش كلهم نهاردة نجوم كلهم نجوم الحقيقة الجن بتاعهم بسام لا طبعا عندهم أردو بسام شال كهرة يعني انفراضين يعني بسام بصراحة لا لا هم عاملين شغلة هاي اللي حي وعليه بإمكانيات ضعيفة بإمكانيات أقل من إمكانيات طبعا الغريب إنه أستاذة لميس اللي هي المفروض مش كروية ورغم إن على فكرة زهنها كان حضر جدا في المداخلة دي ردت عليه باللي إحنا قلناها تلقائي فيما يخص بيراميز وفيما يخص نادي الزمالك أما فيما يخص المسيماني الدوري هو جاي والنادي الأهلي واخده دوري أبطال أفريقيا أخده بالحظ كأنه ما كانش فيه نص نهاية قدام الوداد فاز فيها على الوداد على ملعابه اللي مخسرش من أربع سنين وبمجموعة المباراتين بخماسية انسى مفيش وداد ومفيش تجيز ومفيش تحضير نفسي ومفيش كل ده مدرب ما جاش عمل حاجة خد لقطة الزمالك اللي حنتكلم فيها في حاجات بعد كده وقف عندها الكاس طلاعي الجيش كان أحسن منك وفي قلب المداخلة هي هي بيقول إن حارس فريق الطلاع بيشيل انفرادات ونجم المباراة لأنه شيل انفرادات القصة واضحة جدا يا كابتن مجدي والله العظيم انت معايز تفرح ومش عارف تفرح انت باصس على الشيء السلبي بس ويا جماعة مفيش كده في العالم مفيش مدرب بيكون لسه بدء مع الفريق وما عملتش حتى بري سيزون واحد موسيماني ما عملتش موسم تحضيري واحد ما اختارش صفقات ما عملتش فترة إعداد وبيتم توجيه النقد ده ليه وبيتم طول الوقت شايف السلبي بس في موسيماني بص انت في الأهل بتكسب بيتم انتقادك بتخسر بيتم انتقادك طيب المباراة نفسها يا حمد اللي هو بيتكلم عليه هنروح لمباراة الطلاقع اللي أنا حسيت إن مثلا الطلاقع احنا نجينا من الخسارة بستة سبعة صفر مثلا نشوف الإحصائية بتاعت المباراة الاستحواز خمسة وستين في المئة للأهلي لصالح خمسة وثلاثين في المئة طلاع نازم نحط في اعتبارنا دوافع نفسية واخد بطولة أفريقيا طبيعي اللعبة تبقى مرياحة نسبيا لعب ماتش زيادة اللي هو بتاع الزمالك في ملحمة وضغوط رهيبة جدا بنتكلم على المحاولات عاملت سبعتاشر محاولة على مرمى طلاعة مش أون تارجت بس عموما وصلت بسبعتاشر مقابل سبعة الأون تارجت خمسة مقابل الاتنين الاكسبيكتت جولز الأهداف المتوقعة وفق السيناريو الهجمات كان احتمالية دخولها للمرمى كنت تقدر تسجل هدفين بوينت تسعة وخمسين ده بتحسب كمتوسط في مقابل الطلاع ما وصلش الهدف واحد يعني انت بتتكلم لو أي حد حيزاكر ستاتس مش شايف المباراة حيقول لا الفريق ده في ظل الضافع دي محقق نتيجة جيدة جدا قدرت تاخد الكاس لازم في الفترة دي لو أنا قلبي على النادي الأهلي مش ماقولش سلبيات بس في فرق ما بين أجي أقول النادي الأهلي جاي من مباراة النادي الأهلي واخد بطولة كويس انه قدرنا نشحن الدوافع النادي الطلاعة طلع فرق وعمل مفاجئات كويس انه معملهاش معاك بس أحسن عندنا ده سلبي ممكن يتصلح إنما بقول المدرب الدوري جاي واخده دوري أبطال أفريقيا خده بالحظ وصد الطلاعة كان هيخسر يا جماعة ده مش تقييم يا كابتن بانج دي والله العظيم لا بنهجمك ولا بنسيء ليه بس مش معقولة تقطيع في النادي الأهلي حتى في عز لحظة الانتصار وما لو لا قدر الله حصل حاجة كنت تعتامل ايه هو بص الفكرة كلها ان الكابتن مجد عبدالغاني قارن بين انتصار النادي الأهلي وانتصاره لرأيه الشخصي السابق في بيت سموسماني واختيار بيت سموسماني عشان نفهم الكلام ده نسمع الفيديو ده وقت اختيار النادي الأهلي لبيت سموسماني مدير فني عشان نفهم ليه الكابتن مجد عبدالغاني مصر على انتقاد النادي الأهلي حتى والنادي الأهلي بطل دورة أبطال أفريقيا انا دي وجهة نظري يعني انا شايف النادي الأهلي ده بالنسبة لأنا طبعا انا عارفه ده كبير جدا 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 والله دي تجربة فيها ريسك ارو هتقول لي انها مضمونة مفيش تجربة في الدنيا مضمونة ما هو اي قرار ادارة كابتن الله ينور عليك ليه الريسك بتاعه يبقى عايز بقى لو التجربة دي نكحت هنضرب تعظيم السلام ونقول احنا عم غلطانين بس ما انا بقولك بقى ما سمعش نوعق سيش احنا احنا اتعودنا اني اتربنا على كده اني لما نغلطنول احنا معليش قسفين نتأسف تمام انتواخب بالك انما حتى لو اللي بتأسف الله صغر مني ده مش حيط صحيح ده دي الشجاعة ودي القوة انتواخب بالك انما ما يبقاش في عند المسألة مش عند المسألة فاروق مسألة انا دي وجهة ناظري النادي لالي اكبر من ان لازم كتجري معين يعني يجي يضرب من الله وجهة نظرك في الوقت ده كابتن مجدي برغم انها ما كانتش مبنية على بعض الموضوعية ولكن في النهاية هي وجهة نظرك ولكن انت قلت في الفيديو ده نقط مهمة جدا ان الشجاعة واللي تربيت عليه في النادي الاهلي واللي تعلمته في النادي الاهلي وان انت لو استشعرت ان وجهة نظرك دي غلط لازم كنت تطلع تعتذر ده كلامك الحقيقة اللي انت بتعمله في موقف المدخلات اللي احنا جايبانها وبعد انتصار النادي الاهلي والكلام عن فكرة موسيماني هو عشان انت مش عاوز تعتذر عن وجهة نظرك الخطأ يا كابتن مجدي زي ما قلنا بالزبط ان انت كنت ضد منو الجوزيه جبنا جوزيه صنع تاريخ ضد موسيماني جبنا موسيماني بيصنع تاريخ في 8 ايام ودي مش بداية مش حكم على مدير فني بالنجاح او الفشل ولكن في النهاية على الاقل لما يكون مدير فني محق بطلتين وبطلتين منهم دوري ابطال افريقيا على الاقل النجد يستنى عليه شوية عشان نعرف الدنيا يعني نبدأ ننتقد امتى نستنى خسارة نستنى نشوف القصة كلها ان بيتس موسيماني لعب 10 مطشات يا كابتن مجدي ممكن نستعرض نتائج العشر مطشات على الشاشة عشان نوضح هو النجد ده جاي من اين عشر مباريات فوز تسعة هما فوز تمانية وتعادل طلاق الجيش اللي احنا فوزنا فيه بطولة كاس مصر اعتبرنا فوز لكن هو بيستنى تعادل ففي النهاية على الاقل فيه تمانية فوز واثنين تعادل سجل الفريق واحد وعشرين هدف واستقبل ستة اهداف دي ارقام بتقول ان فيه بشاير خير للمدير الفني يعني اجل انتقادك لما تلاقي فيه بعض السلبيات على المدير الفني لكن هي الفكرة كلها الكابتن مجدي رافض يعتذر لانه هيبقى الموضوع صعب عليه جدا ان كان رأيه خاطئ امام رأيه لجنة القرى في النادي الاهلي ولجنة التخطيط في النادي الاهلي والمغامرة او الرزق اللي خده مجلس ادارة النادي الاهلي وفي النهاية يفوز بالملزات كل مغامره النادي الاهلي فاز بالملزات ويا لها من لزة دورة ابطال افرق يا احمد والله انا ما عايزه اعتذك بس زوء بقى مركب النادي الاهلي اللي بتمشي كون جزء من الفرح زي ما قلنا يا سيدي افرح افرح زي جمهور النادي الاهلي كله وما بنقولش يا في السلبيات بس مستحيل الهدم ده وبنيجي بنلاقي نفس الشخص اللي بيقول انه هو اهلاوي وحضرك هتطلع تقول بنهو انك مش اهلاوي لا النادي الاهلي بالفعل مش القصة ان انا انت مثل النادي الاهلي ولا لعبت كم سنة يا كابتن مجدي وحنا بنكلمش عن تاريخ كابتن مجدي كلائب تاريخ حضرتك كلائب محفوظ ومش كل حد يهاجم اصلي دول لجان اصلي دول بيحركوا اصلي دول قعد راجح حضرتك هل في حد بيعمل كده في ندي وبلا اي مبرر والراجل ما ادتوش الكريدت بتاع الحاجة اللي انت كنت بتنتقده عليها اتمنى كابتن مجدي للمرة المليار حضرتك تراجع نفسك لان تاريخ حضرتك يستدعي منك انت مش من احنا ان انت تحافظ عليه والله مش ان احنا اللي نحافظ لك علي هو الكابتن مجدى فارس ردد ما يقوله اعلام المنافس ويعني واقع في فخ اعلام المنافس بالزبط وبما اننا بنتكلم عن اعلام المنافس عندنا حد هو من اعلام المنافس بس مش من اعلام المنافس بس مش تابعه يعني انا منهم بس كده يعني هو كابتن احمد الطيب كابتن احمد الطيب اللي كتير جدا من جمهور النادي الاهلي وانا بوصله الرسالة دي اوعة اعتقد أنه جمهور النادي الأهلي اللي بنشوف على صفحات في تعليقات عنده موقف منك بلا مبرر لما نشوف اللي جاي ونشوف تصرحاتك ونشوف كلامك هنعرف إذا كان فيه مبرر ولا لا أول فيديو كان للكابتن أحمد الطيب بيتكلم فيه عن الانتماء في أحد القنوات مع إعلامي آخر أو صحفي آخر جزائري نطلع ونسمع الفيديو ونرجع نعقب وليش هرتلاك الكابتن أحمد الطيب ليش هرتلاك الكابتن أحمد الطيب لأنه هو سبق وقال إلى الثالثة شمال واليوم كل الثالثة شمال فرحانين ببطولة إفريقيا بكاس الأبطال والكابتن أحمد الطيب هذا لا يعني انتماء هو أيضا للثالثة المين يجب أن يفتخر كأنه زم الكوي الله أنا قلت لك أنه أنت قلت أن أنت أهلاوي نحن هنا برنامج فطفة نحن بنحل الكورة أنت اخترت كده خلاص ما لكش دعوب غيرك بقى ما لكش دعوب وفلان تابع أيه ومش تابع أيه ما كنت قاعد جنب هنا وحلو زي الفل لما بعدت مالك ولكن تحنيني حبيبي حكيم يعني الشقيق الجزائري المحترم اللي راهن عن نادي الأهلي وفقا لمعطيات هو قال أن هي تاريخية وفقا لانتماء وهو لما جاه بعد كده في الحلقة بقول له هرض لك فطبيعي كابتن أحمد الطيب فجأة بيتهمه أنه كده وكأن أنت زمالكاوي دي مشكلة ويعرف نفسه دايما على أنه شخص لا ينتمي لنادي الزمالك ولكنه محايد أنا عايز أقول لحضرتك الموضوع اللي أنت لازم تقيمه وتعيد حسابتك فيه هل ردود فعل الجمهور تجاهك هي ردود أفعال تجاه شخص محايد هل جمهور النادي الأهلي ما دون غيره وعنده مشكلة معاك بلا سبب وعلى فكرة إحنا حلو جدا أن أنت يكون لك انتماء وأنك لا تفسح عنه بس فيه رأي في النوعية دي من الأشخاص يا أحمد حلو جدا واجيه جدا الأشخاص اللي ليهم انتماء بس ما بيعلنوش عنه عندك أنت رأي حابب تعرضه لا أنا عندي رأي الكابتن أحمد الطيب نفسه هو هو نستعرض رأي الكابتن أحمد الطيب نفسه على الأكاونت الرسمي لكابتن أحمد الطيب عشان نفهم القصة إيه بالزبط بيقول أنت زمالكاوي أو أهلاوي أو محايد أعلن عن عاطفتك وانتماءك ولكن دون تجريح أو تقليل من الآخرين زي الفل جدا لكن هتكون على الخاص متعصب وبتاكل في نفسك وعلى عام عامل فيها محايد أنت الخسران أول ما هتبص في المراية هتكره نفسك والجبن اللي أنت فيه وهتموت وانت جبان أعلن عن حبك وده لا يعني أنك تكره الآخرين فأنت تحب زوجتك أو أبنائك أو أبوك وأمك وإخواتك وده لا يعني أنك تكره الآخرين حفظ على احترام كل الآخرين واستمتع بمن وما تحب وقتما وكيفما شئت مش كده ولا إيه وختاما أيوة أسرخ بصوت عالي الزمال الجميل بصوت فهد العتيبي أعتقد الرسالة اللي بيوجهها الكابتن أحمر الطيب كان بيحطها أمام مراية الفكرة كلها كان ممكن بدون الزمال الجميل بصوت فهد العتيبي نقول أن ده مبدأ عندك ومتوجه للكل لكن بما أنك أعلنت الجملة دي فأعتقد دي مش جملة واحد أهلاوي ولا جملة حتى واحد سويسي يا كابتن أحمر دي جملة واحد زمال كاوي ففكرة بقى أن أنا سويسي ومنتمي النادي السويس على عيننا وعلى رأسنا كل الناس بتوع السويس وعلى عيننا وعلى رأسنا كل أي حد منتمي لأي نادي لكن الفكرة كلها ما تبقاش زمال كاوي كابتن أحمد ومش قادر تبين أن أنت زمال كاوي لأن أنت اللي بتقول أنت الخسران وإحنا بالمناسبة يهمنا جدا اللي عمله الصحف الجزائري أو المدير الفني الجزائري اللي قال أنا أهلاوي وأعلن عن ميوله وانتماؤه للنادي الأهل لأننا دائما في النادي الأهلي بنحب اللي أهلاوي يقول أهلاوي أي حد أهلاوي هيبدأ يقول أنا محايد ما بيلاقيش عندنا في جماهير النادي الأهلي مكانة للمنتمين فبالتالي أتمنى يا كابتن أحمد يبقى عايز تول حاجة؟ أنا عايزك أتمنى لازم نقف عند حتة ونعمل لاسترس كويس قوي أنه قال متعصد بشكل آه على الخاص ومحايد على العام وقف مع نفسك في المراية نتمنى يا كابتن أحمد توقف مع نفسك في المراية وتقول لنا أنت شفت نفسك إيه لا هي الفكرة كلها أن الكابتن أحمد وارد فعلا يكون إحنا بنتجنى عليه وارد جماهير النادي الأهلي تكون بتتجنى عليه وارد إحنا لمسين حاجة أوفر مثلا شوية لكن لما نشوف الفيديو ده هو نقرأ أن الكابتن أحمد ما يعني يكنه بداخله تجاه النادي الأهلي بوضح حتى لغير المصريين نشوف الفيديو حتى تكون الأمور يعني هو غير محايد تماما يعني مع الأهلي المصري حتى تكون الأمور وافحة أو محايد نمشيوا مباشرة لا محايد أو مش محايد أنا ليه موقف بشوفه أنا بقوله ده المين أو نشلمين ده موضوع لا هي إنت خارج بس بس هيك باختصار انت خارج من مكانك عشان تلب الكرة انت ما لا يبتهاش جيت في خط المصار بتاعي عالطلطيني ضرب الجزائر أعتقد كابتن أحمد مش إحنا المتجنيين يعني لما يكون حكيم السبع مدرب حراس مرمى وشخص جزائري ويجي يقول أنت عندك مشاف وأنك تلت يمين فده ممكن هنقول مثلا أهلاوي طب كمان الأستاذ هيكل أو هيكل بلهجتنا المصرية لما يقولك ان انت دايما في اتجاه ضد النهلا بغض النظر عن وقتها كان الرأي بتاعك أو الرأي اللي انت قلته في راكلة الجزائر من عدم هو صح أو الغلط لكن هو أصلا مقدم البرنامج نفسه اللي عايش معاك خبرات كتيرة جدا بما أنك ضيف دائم وان قدم برنامج يلمس جواك أن انت ضد النادي لأهلي تماما فأعتقد يا كابتن أحمد ريح الأمور دي كلها واطلق لان انت زمال كاوي مش عيب إطلاقا والله حتى على البوست اللي انت كاتبه انت أصلا بتقول مش عيب طيب هنسبنا من الكلام بتاع كابتن حكيم السبع وهنسبنا من بوست كابتن أحمد الطيب هنسبنا من كل ده بس هنروح للعين اللي شافت المباراة عين كابتن أحمد الطيب وهو بيحلل المباراة وبيقول شافها ازاي وانتوا اللي حكموا وكابتن أحمد الطيب بعد ما نرد عليه يحكم دي عين منتمي ولا عين محايد مهني متخصص راجل بيؤدي عمله نطلع نسمع الفيديو ونرجع نعقب عشان عندنا رد مهمي لكن تحليلي وقراءتي قراءتي المسبقة لحيثيات الأهل والزمالك في الآخر أعطتني الحق لأنني أنا كنت الواحد في الأستوديو الذي قال سبعين ثلاثين أن الأهل هو سيكون البطل وهنا نحييوك على القراءة وهذه قراءة والتحليل استباقي لكل ما سيجري هو توقعات هنحييوك على توقعات لحظة ثانية أنا هنأخذ يعني إيه سبعين ثلاثين أظن أن المباراة تبقى سبعين في المئة من حص المستوى نحييوك 30 لصالح الزمالك بس الأهل بيعرف يكسب ولا يقصد سبعين ثلاثين في المئة لا هو يقصد سبعين ثلاثين بتاعك لما قلت أن這是بعين ثلاثين لا لا هو نفسه بيقول أنا توقعت المباراة 70-30 70-30 دي احنا شفناها في الأداء في المباراة الزمالك كان أفضل بنسبة سبعين إلى تلاتين لكن الأهل يفاز دي موجودة في الكف démال مهم جدا الكلام كابتن حكيم السابق هو أعرب عن انتماؤه للنادي الأهلي وشخصية كلامها مهم جدا بالنسبة لنا وقال ان هو كان ليه توقعات معينة كابتن أحمد الطيب قال انت شفت اللي محدش شافه لان احنا شفنا ان سيطارة الزمالك كانت هي لسبعين تلاتين كابتن حكيم بيقول توقعاته قبل المباراة نسبة سبعين الى تلاتين كابتن أحمد الطيب لما حاب يرد عليه عكسها لسيطارة في المباراة وقال انه شفها سبعين تلاتين بس هل فعلا كياد سبعين تلاتين هل قول هو ايه الدرر ان يطلع مدرب حراس مرمى سابق او مدرب حراس مرمى حالي جزائري يطلع يقول ان انا شايف ان المباراة من قبل المباراة سبعين تلاتين ايه الدرر في انه يقول رأيه ده ليه الكابتن أحمد خد دور مقدم البرنامج وقال له استنى استنى وقطعه عشان منتمي وعشان الرد ده كمان الاحصائيات يظل ان منتمي انت مستحيل تكون شفتها سبعين تلاتين الا بعين شديد الانتماء وبالعكس على فكرة ممكن ابقى منتمي وموضوعي لان كتير من الزمالكوية شافوا انك اللي هم افضلية ما انعكستش في اهداف انما سبعين تلاتين ده حضرتك شفتها لوحدك لان اعتقد ده فيه نوع مش من الانتماء فيه نوع من المغالاة نشوف الاحصائية النادي الاهلي فاز بهدفين مقابل هدف الاستحواز بتاع المباراة بشكل عام كان كام 49% للنادي الاهلي 51% لنادي الزمالك من السبعين تلاتين ما هو سبعين تلاتين دي تقريبا كابتن احمد الطيب شاف النص ساعة الاولى في الشوط الاول فقط بعد الهدف بتاع النادي الاهلي لو جينا شفنا التزديدات بنتكلم في تسعة الاثناشر ولكن التزديدات على المرمى اللي هي فعلية كابتن احمد طيب اللي بتكلمنا في الكرة دايما خمس تزديدات على المرمى مقابل اربعة تزديدات خارج القائمة اتنين مقابل سبع يعني حتى الفاعلية في التزديدات على المرمى كانت للنادي الاهلي الشوط التاني بقى اللي احنا بنتكلم فيه اللي غالبا حضراك ما شفتوش اصلا كان الاستحواز للنادي الاهلي اكتر 53 مقابل 47 ست تزديدات بشكل عام مقابل اربعة لنادي الزمالك تزديدتين على المرمى الاهلي مقابل واحدة الزمالك يبقى احنا يا كابتن احمد لو بنتكلم عن كلام دقيق لحد محترف مهني قاعد في استوديو بيعلم الناس كرة القدم وفكرة يعلم دي كبيرة شوية او حتى بيشرح للناس او بيحللها مش مفترض حضراتك تقوله كده لان حضرتك اللي تكلمت كتير جدا ان الكرة ارقام وعلم وستاتس في النهاية المباركة 70-30 في مكان واحد فقط وهو عقلك الذي يرى الامور بعين زمالكوية متشددة فيها مغالاة وليس عين محايد او حتى منتم موضوع دون الافصاح عن ذلك اه هو انا مش زمالكاوي بس برضو انا مش زمالكاوي لكن الحقيقة خلينا بقى مش بس الكابتن احمل طيب هي كانت فيه نغمة خرجت وانا بشوفها نغمة من اللي هي دور المسكن ان انت دايما لما بتكون بتمر بحالة صعبة جدا وطبعا بالتأكيد خسارة بطولة مهمة زي دي هي يعني بيترطب لا اثار نفسية صعبة شوية فالمسكن اللي يخرج هو ايه ان الزمالك هو اللي كان المتفوق فبدأت النغمة دي تنتشر بشكل كبير جدا يمكن فارس استعرض احصائيات الشوت التاني تحديدا ليه لان انت بدأت الشوت الاول بهدف فبطبيعة الحال انت لعبتك رجع التحافظ على هدف فهنا كان استحواز نادي الزمالك زاد في الشوت الاول لكن لما دخلنا الشوت التاني والتعادل واحد واحد وخلاص بقي خمسة واربعين ديئة من الاهل تفوق مش بس استحواز تفوق كمان في خطرته على المرمى ومن هنا هنعرض كمان البعض اللي كان بيروج لفكرة هو الاستحواز افضل ولا انك تكسب المباراة افضل احنا مرينا بتلات مباراة هنستبعد مباراة السوبر الاولانية اللي انتوا ناسينا اللي احنا كسبناها تلاتة اتنين دي وكانت ممكن تزيد لولا الاصابة لكن مرينا بمباراة الزمالك السوبر المحلي حق فيه الفوز برقلات الترجيح مباراة الدوري العام اللي الزمالك كان مهمة بالنسبة له جدا للحصول على وصافة النادي الاهلي في الدوري فاز تلاتة واحد النهائي دور الابطال النادي الاهلي فاز اتنين واحد فيه نقط مهمة جدا نستعرض الاستحواز هنا وهنا في مباراة السوبر المحلي استحواز النادي الاهلي اعلى واحد وخمسين تسعة واربعين محاولات النادي الاهلي اعلى ستاشر محاولة مقابل محاولتين هنا كانت مشكلة النادي الأهلي أن الـ On Target كان 2 فقط لغير مقابل 2 للزمالك لكن لما نيجي نبص على الـ Expected Goals أو الأهداف المتوقعة اللي بتوضح لك قده كان النادي الأهلي مفرط في فوز غالي كان النادي الأهلي 2.11 في حين أن الزمالك 0.54 يعني تقريبا نص هدف ده هنا لما نقول كده ده اللي نقول عليه بقى النادي الأهلي 70-30 نيجي لمبارات الدور العام اللي الزمالك فاز فيها على النادي الأهلي أو بمعنى أدق الأهلي خسر فيها من الزمالك 3-1 كان نسبة الاستحوال 57 للأهلي 43 محاولات النادي الأهلي قد إيه 25 محاولة تقريبا مباراة في اتجاه واحد ومقابل 9 للزمالك برضو كان عندنا المشكلة اللي اتحلت بعد كده وهي الـ 6 محاولات On Target مقابل 5 لكن الـ Expected Goals كما فارس 3.64 يعني النتيجة دي مع المعدل ده دي كانت بدأت تبقى سلبيات فيلن بالضبط يعني ده المفروض احنا لنسجل 3 أداف في حين ان الزمالك اللي 1.77 هو اللي سجل 3 أهداف من هجمات مرتدة لكن في نهاية دور الأبطال اللي عامله مسيماني بقى هو اللي صحح المحاولات On Target مستعرضناه بالضبط عندنا خمس محاولات On Target مقابل 4 لكن الـ Expected Goals اللي احنا مستعرضناهاش كانت 2.18 مقابل 1.42 يعني اعتقد في التلات مباريات سواء النادي الاهلي فاز او الزمالك فاز في الدوري او برقلات الترجيح النادي الاهلي كان هو الاخطر على المرمى كان هو الاقرب لتحقيق الفوز كان هو اللي هو اليد العليا في المباراة والذي حصل في النهائي زي ما قلنا لما بدأنا نلعب واحد واحد ونزلنا coloca الثالث الاهلي كان هو اللي هو اليد العليا لكن الحقيقة بقى هو انتم عايزين واستحواز ولا عايزين اليه يكسب يخلص نشوف رأيكم وقت ما كان نادي الزمالك بطل السوبر المحلي على حساب النادلالي ونرجع تاني يا فرحتي مثلا ان انا استحوست وان انا سيطرت وان انا ضيعت وان انا خدت 50 كورنر وان انا عندي 5 ميز باس انت عملت ايه في النهاية المضمون بتاعك انت ايه اللي عملته في النهاية خدت البطولة يبقى اذا ما خلاص ما فيش تعليق ما فيش كلام انت رايح لهدف عايزه خلاص واضحة جدا اللي مش مهم بقى يا فرحتي بالاستحواز عجبني الكلام دا ونمسك فيه بس هم للأسف غيروه طب ما هو لما انت تيجي تعمل حاجة تانا هيغيروه في النهاية النادي الاهلي هو بطل دوري ابطال افريقيا عن جدارة واستحقاق وكل جمهير النادي الاهلي تستحق كل جمهير النادي الاهلي اللي شفناها في شارع مصر مصر فرحد بشكل كبير جدا يوم حق النادي الاهلي النجمة التسعة النجمة الغالية جدا ومش هنقبل اي حد يحاول يدي مسكنات ان هو يعكر صف وفرحتنا والله انا مختلف في الحتة دي احنا عايزينهم يدي مسكنات ويعيشوا مظلوميات ويشوفوا بعين السبعين تلاتين او التسعين عشر يشوفوا زي ما هم عايزين لان دا في مصلحتنا الامعام في نظرية المؤامرة هو احد اهم اسباب تفوق النادي الاهلي تاريخي يعني انت بتختلف معايا سيبهم في البنج بتاعهم سيبهم في المشانا قلتلك لنا بطولاتنا ولهم اوهمهم فان شاء الله دايما تفضل بطولاتنا ولكن زي ما اسامة قال جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اللي لازم نقف هنا بقى وقفة الجمهور اللي ساند في عز دغوط وفي عز ازمات هاشتاج تلاتة وعشرين يوم متتالي بتطلع الاول ترندينج وبتدخل التصنيف على مستوى العالم جمهور النادي الاهلي اللي الناس قالت البعض قد يكون دي ظاهرة على السوشيال ميديا ولكن بنشوف جمهور النادي الاهلي ده جامعة الدول بنشوف كل شارع اتحدى في حد ما شافش في الشارع بتاعه احتفالات وعلى فكرة بنشكر الامن جدا برضو ان الاحتفالات دي ما حصلش اي مشاكل ما كانش فيه ساوي الناس تثابت براحتها مشاكل اي يا فارس مصر سعيدة الناس تثابت تفرح يا احمد وفعلا الناس فرحت وكان منظر كويس جدا ما حصلش مشاكل الحمد لله ما حصلش اي نوع من انواع حتى اصابات ما تيجي التكدس اي حاجة فكان الوضع فعلا مفرح الناس كانت في ساعة فعلا تفرح وده مقياس مش لشعبية بس النادي الاهلي مقياس لتأثير النادي الاهلي في الشارع المصري انا ما شفتش النادي الاهلي مصدر السعادة لشعب وحيظل وشريحة كبيرة جدا مشاكل مصدر ودائما يا رب النادي الاهلي ده يستاهل يفرح وان شاء الله كل حد بيعمل في منظومة الاهلي عارف ان انتوا سستحقوا الفرحة دي وستحقوا اكتر من كده كمان وبنشتغل عشانكم وحنفضل نعمل ده حنطلع لفاصل بس خليكوا فاكرين ما ينفعش تصراحوا في الفاصل لان لو سرحتوا اللحظة القضية ممكن نشوفكم بعد الفاصل فكرة المنتدى المرادة بتتكلم عن فكرة اقحام اسم النادي الاهلي لما البعض بيحاول يصنع شعبية ربما تكون بطريق خاطئ متأكدين ان احنا مرينا بظروف رياضية كانت صعبة خلال الفترة الاخيرة متأكدين ان الظروف دي كانت بتحاول ترسخ لفكرة ان وارد جدا الصوت العالي هو اللي يكون ماشي في طريق الانتصارات لما بتتحقق بعض الانجازات للصوت العالي لكن دائما وابدا لن يصح الا الصحيح احنا الوقتي جاوبنا على السؤال اللي كنا بنسأله هو ليه الشخص اللي واخد سكة الاخلاق والقوانين واللوايح في مشكلة معاه والاشخاص الاخرين ماشية معهم بدون مشاكل اعتقد الحمد لله ربنا اكرمنا عشان نقدر نجاوب على السؤال ده ان لما تصبر وبتجتهد وبتعمل في صمت وفي اخلاق ومبادئ بتقدر توصل لأكبر انجازات ممكن توصل لها لكن الحقيقة البعد يا فارس عاوز ياخد نفس السكة موسي احمد انا معاك في حتة انت قلتك بالنسبة لي لازم اوقف عن ده ان الناس اتقصرت فعلا المسؤول يا احمد بقى يفهم ان الجمهور محتاج ده بالزر المهور عايز اللي يبدأ يصير مشاكل وحتى لو هو جاي في موقع جديد يبدو ليه ان الدنيا مش تمام فيبدأ يحسس الناس ان لأ انا اللي حقف انا اللي حتقاني انا اللي حعمل انا اللي بالصوت العالي انا اللي محدش حياف قدامي ودي برضو المشكلة وبرضو هاخد من كلامك تاني اللي انت قلتو ان مش ده اللي بيكسب خصوصا لو طبيعة الشخص نفسها مش كده فأولا ان يحافظ على طبيعته وابتكر كلمة قلناها في البداية خالص بيت شعر قلنا والمرء بالاخلاق ياسموا ذكره لو انت حفظت على ده صدقني والله حتنتصر والناس اللي بتنتقدك دلوقتي هي اللي عترجع تسقفلك دلوقتي بس تصبح لا ده في نقطة كمان يا فارس هو المسئول امام مسئولية كبيرة جدا لو في اتجاه الجماهير واخده لسكة فيها تعصب او فيها خروج عن نص انت كمسئول لازم يكون لك موقف ودور تاريخي ان مش ده الصح يا جماعة اسمها مسئولية الصح ان يكون الاتجاه وفق لوائح وقوانين ومس صوت عالي ابدا الكابتن ايمان يونس خرج ضده هاشتاج من جماهير نادي الزمالك تاني يوم بالضبط كان ليه المدخلة دي عشان نعرف ازاي تأثير جماهير نادي الزمالك على المسئول في نادي الزمالك خلال الفترة الاخيرة نسمع الفيديو يقول ايمان يونس تصريح قوي او يا ونس اي نادي سيتفاوض مع لعب من الزمالك سنفعل ذلك مع جميع لعبيه انا لان اقبل في الاخر ان اي حد يتفاوض مع اي لعب من نادي الزمالك وكمان ده في غير المدة القانونية احنا قادرين اوى كابتن واقوية اوي ونقدر اوي نتفاوض مع اي لعب في اي نادي فلن نسمح باي افكار او باي محاولات تشتيت او باي حد يستنصح او حد يفتكر نفس النوع فوق اي حاجة وبحذر وبقول منطقة ممنوعة تماما وكمان بقول للكبار بتوع اي نادي عايزين نعيب الاحترام احنا ناس محترمين اوي لكن اي حد هيتجاوز حدوده احنا قادرين نتجاوز حدودنا من حقيقة كلام سعيد الكابتن طارق يحيا بنفسه شاف ان التصريح ده في صعوبة او قوي قوي وقال له يا وينس وكده يعني العلاقة اللي بينهم طبعا زمالي الملعب وكده وان كان كابتن ايمان يونس ما عجبتوش التعليق ده لكن في النهاية كابتن ايمان يونس قال احنا قادرين هنقدر هنتجاوز هنعمل كل كلام فيه ابراز لقوة عشان يرد على جماهير نادي الزمالك وبيتكلم عن فكرة ان احنا عايزين نعيد الاحترام احنا بقالنا سنين من هنا ومن خلال كل القنوات الشرعية للنادي الاهلي واعلام النادي الاهلي عارفين الاسباب احنا ما خرجناش عن اي نص احنا الكابتن محمول خطيب ملوش اي تصريح يسيء لأي شخص في المنظومة الاهلي بالعكس ولا اي حد في النادي الاهلي بالعكس ولا اي حد بالعكس ده طلع بيان ان احنا عاوزين نحترم كل الاندية بلا استثناء نحترم لعيب كل الاندية وقت ما جميل النادي الاهلي يعني بدأت تترد على بعض اللاعبين اللي بيخرجوا عن النص فيا كابتن ايمان احنا اللي بنطلب حضرتك والله احنا محتاجين اعادة الاحترام محتاجين انت توقف وقفة مسئول وانا بتوسم فيك ده انك هتوقف وقفة مسئول وتخرج من فكرة تأثير الهاشتاج اللي عمله جماهير النادي الزمالك وتبدأ تروح لسكة الاحترام بين الاندية وفكرة اللوايح والقوانين والصوت الهادي وتشتغل بس في خلال نديك لان لما تحب تكسب شعبية بلا سيرة النادي الاهلي وان كان احقاك للحق يا فارس هو والفيديو اللي احنا جبنا ده ما اتكلمش عن ندي الاهلي وارد واحد يسألني يقولي طب هو جابتت ندي الاهلي في ايه لا ما انا حسيت للاحظة ان فيه تربص كابتن ايمان بيتكلم في كلام عام الله رعظيم هقولك انه منشستر ببهدل لا 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 ما فيش انا النقل السلسية واختنا مفش حاجة تزعلني هاد خلاص فوارد ان انت وانت بتتفرج كابتن ايمان نوز بيتكلم كلام عام عن الحفاظ على حقوق ندي او كده. على فكرة لو لحد هنا احنا كنا مستحيل نتناول ده في البرنامج وده شأنه ما يخصناش. حتى اللي بيلمح بحاجة وما بيتناولش النادي اللي قاله بشكل واضح احنا بنحاولش نرد عليه. بس لما تيجوا تشوفوا الموضوع وصل لاستعراض قوة عامل ازاي? ويمكن مش من كابتن ايمان يونس اللي لغته اهدأ شوية. لأ لما نسمع كعادة كابتن خالد الغندور وهو بيتكلم على لسان كابتن ايمان يونس نشوف لغة الحوار اتحولت ازاي? نطلع ونسمع الفيديو. ومعليش كلمة اخيرة على لسان كابتن ايمان يونس رئيس اللجنة الفنية. بيهدد اهو امير توفي هتكلم اي لعيب بالنادي الزمالك كابتن ايمان يونس هيكلم عشر لعيبة من النادي الاهلي. لازم يكون فيه اسلوب محترم يدار بي ناديين قبار زي النادي الزمالك والنادي الاهلي. مرة تانية كابتن ايمان يونس بيوجه لكلامه الامير توفيق مدير لجنة تعقدات. ملكش دعوة بلعيبة نادي الزمالك واحمد السايز زيزو وعقده مستمر وما يفعش تكلم لاعب. ده شغل ده لابد ان يعاقب امير توفيق وامير توفيق مش هيعمل ده بدون الرجوع للمسكين القورة لجنة التخطيط او مجلس الادارة. يعني زي ما كوبرتاه هو باعث الحركة الاولمبية انا في رأيي كابتن خالد الغندور هو باعث التعصب الاعلامي. يعني ده ده لقب هو يستحقه عن جدارة. بيزعل على فكرة. لا انا مش متخيل ان في اعلامي ممكن في قناة النادي الاهلي يوجه رسالة للمسؤول نادي الزمالك ويقول فلان في النادي الاهلي بيهدد فلان في نادي الزمالك. دي لغة غير راضية بالمرة. يعني ايه كابتن ايمان يونس بيهدد امير توفيق. المصطلح ده اتقالي ازاي. وتاني حاجة. امتى انا بخلق تعصب يا جماعة. عشان احنا لما بنيجي الرد بيقال ان احنا اللي بنصير تعصب. والله عمر ده ما حصل. انا عايز اتكلم في حقيقة واضحة. انا عندي لوائح وقوانين حاكمة. اذا تفاوض نادي مع لاعب على زمة نادي. وخلال فترة التعاقد. مش خلال الفترة اللي هي الست شهور بتاعت السامح. واعلنه يختر نادي وقتها كمان. هنا وقتها بيقدم النادي شكوى. مدعمة. وبيطبق عليه لوائح. لو انا عندي الحالة دي. كنت حتتقبل كابتن خالد الغندور. يقول الكلام ده بدون برضو لفظ يهدد. مفيش حد في النادي الاهلي بتهدد. مفيش حد في النادي الاهلي بتهدد. وده لفظ غير مقبول بالمرة استخدامه اعلاميا ضد اي مسؤول في النادي الاهلي. او اي حد بيعمل في النادي الاهلي. اللفظ ده غير مقبول اطلاقه. مش كده وبس يا فلس شفت تبع اللفظ بايه. قال عايزين علاقة محترمة بين الناديين. يعني انت جاي تقول بهدد. وعايز علاقة محترمة. ده قطب تحريدي غير اعلامي بالمرة. ولكن حتى لو كان عندك واقعة زي دي. كنت لجأ لده. انما في النهاية هو كلام مرسل. كلام بيصير تعصب. كلام بيخلي الجمهور يمسك في بعضه. كلام حتى احنا مفكرناش نتناول. انت عندك لاعب. لما النادي الاهلي فعلا يفكر يضم لاعب او يبعث عرض اولى وحتى عقده منتاي ساعتها نقدر نتكلم. حتى الاهلاوي. ما فيه. انا مشوفتش علاوي بيتكلمه على زي ده خالص. القصة مش كده. القصة ان فيه ازمة مع لاعب معين. فبالتالي انا بطلع اروج لفكرة ان النادي الاهلي بيتعاقد مع اللاعب ده. وا وا وا. فيبقى عندي مبرر ان انا زود عقد اللاعب ده. فبدخل الاهلي في الموضوع. وعندنا طبعا الكابتن امير توفيق. هو اللي نسبة. وتصدقوها. يا ريت كل مسئول او اعلامي يتحمل مسئولياته. وهو ده. وكلام كمان مش مجرد رد. ده حد عارب بيقول ايه. ويكون داعم بجد لنبذ التعصب. والله العظيم عجبني منطق الرسالة. لانه هو ارى كمان ما وراء الكلام. الانتصارات بتكون في الملعب مش مجرد بطولات زائفة على السوشيال ميديا. استقيموا يرحمكم الله. واحنا بنقول نفس الرسالة. استقيموا يرحمكم الله في رسالتكم الاعلامية. وفي تعاملكم مع الجمهور. لان احنا كده عمرنا ما هنواجه تعصب. لا ده احنا بنخلق تعصب. كابتن خالد راجع نفسك في طريقة حوارك. وفي الرسالة اللي انت بتقدمها. لان لا يليك. ان انت تتكلم عن نادي العالي بالشكل ده ابدا. انا اختلف معك. انا مش هيوجه الرسالة لكابتن خالد بقى. كابتن خالد تتكلم عن نسان كابتن ايمان يونس. كابتن ايمان يونس. اتمنى ان انت بعد كده تختار توجه رسالك بنفسك. حتى لو فيها بعض الانتقاد. او فيها بعض الامور الغير منطقية. فمش بيكون بالصورة دي. كان كلامه مختلف. بالزبط. مش بيكون بالصورة دي. وزي ما بنقول. وزي ما بدأنا الفقرة. بنختم الفقرة. بنتوسم. في كابتن ايمان يونس. وكل رجالات نادي الزمالك. اللي بيديروا المرحلة الحالية في نادي الزمالك. نتوسم اعادة الاحترام بالفعل. وانتوا عارفين. او انتوا عارفين. هتقدروا تعيدوا الاحترام. منين وازاي. لان النادي الاهلي بيرحب دايما بالعلاقات المحترمة. ده موضوع قفلنا. لكن الكابتن ايمان يونس برضو معنا في موضوع تاني. بس موضوع والله العظيم. احنا معا. وموافقين عليه. بس عشان جايبينه. عشان بس نعرفكم. ان تعرفوا المعلومة دي. وتعرفوا اللي بيتم. عشان ما تجوش بعد كده. تقولوا اصل اتحاد القرى اهلاوي. احنا البرنامج الوحيد. اللي كان مرحب بوجود الاستاذ عمر الجنيني. في كل البرامج الرياضية. وقلنا احنا حابين ده. عشان هيكون شاهد على الفصرات النادي الاهلي. وهيتغير من الاستاذ عمر الجنيني. قبل المسئولية. وبعد المسئولية. وانا متأكد ان هو بعد موقف يسلم بطولات النادي الاهلي لفترة المؤخرة. بقى فاهم ازاي النادي الاهلي بالفعل بيحقق البطولات. وبقى شايف بعنيه ان نجاحات النادي الاهلي. نجاحات معتمدة على مسلسات او مراكز قوة. ده كان الاهلي ادارة جهاز فني لعبين جماهير. لكن الكابتن ايمان يونس كان عنده وجهة نظر في مساعدة اتحاد القرى برئاسة الاستاذ عمر الجنيني. نسمع عشان نسجلها للتاريخ. برغم ان احنا معه. شوف الفيديو. والناس كلها محدش بيقول لا. المناسب. زي اتحاد القرى. اللجنة الاستاذ عمر الجنيني. ما قالوا ليش لا في حاجة. كان عليكم 28 مليون كانت تقريبا. مظبوط. صح? بظبوط. ولما كلمناه. كلمته بشكل مباشر. قال لي طب ايه. قلت له. انا لسه. ما تقوليش فرقتك. مش تقدر تحط القيمة بتاعتك. وانا عندي مطش. قال لي يعني ما فيش اي نوع من انواع تتصرف. قال لي لأ. قلت له لأ. ما فيش اي نوع من انواع تتصرف. احنا دلوقتي محتاجين. ان احنا نحط فرقتنا. وبعد كده. عندنا فلوس اول. لما تيجي. حنعمل نوع من انواع الجدولة. واتفقنا على نوع من انواع الجدولة. والرجل تقبل بصدرح. وقال حاضره من عناية وتحت امركه. فيه تعاون. من داخل قناة النادي الاهلي. بندعم نادي الزمالك. شايفين وصلين لحد فين. وبنقول. مع التحاية كرة القدم. فانه يتجاوز عن اللوائح والقوانين من اجل خدمة نادي الزمالك في الظرف اللي هو فيه. ويسجل قيمة لعيب نادي الزمالك. دون ان يدفع نادي الزمالك. المستحقات المتأخرة اللي عليه. وده على عكس اللي تم مع النادي الاهلي. شوفوا وصلين لدرجته. احنا مع ده. بس انتو. سجلوا ده يا فرس. مهم جدا كمان الطرح ده. عشان لسبب. احنا هيعد علينا سنين. وحيجي يتقال ان كان الاهلي بيجمل من اتحاد الكورة. زي ما جينا استرجعنا ذكريات من سنين لكابتن محمد لطيف. وهو لبعض الادوار وعرضناه هنا بوضوح. احنا بنسجل برضو ان الامور لو كان فيها شكل من اشكال المجاملة. فما كانش بيبقى النادي الاهلي اطلاقا. عشان حنسمع رئيس الاتحاد. استاذ عمر الجنيني. وهو رأيه ايه فيما يخص القيد لنادي ما سددش مستحقاته. نطلع ونسمع. وزي ما قلت محدش هيقيد زي لما يحصل تسوية كاملة. حصل يقين. اللي بيجي يقين. بيعمل تسوية كاملة. تمام. وبيجي بالحساب من وجه نظره. والحساب من وجه نظري. وفي حسابات. والكلام بص الارقام نجفعش نقعد نتكلم فيها. طبعا. طبعا. ده جامل ده. هتجامل على حساب شغلك واسمك. مش ممكن. مش ممكن. هتجامل على حساب اسمك وشغلك وشهرتك وسمعتك مستحيل. عشان الناس تبقى واضحة. المهندس عمر الجنيني صعب انه هو يجامل او يحابي الاهلي او الزمالك او اي فرقة. على حساب نفسه. دي. لا يحدث. تصريح قدامكم. فيش نادي هيقيد. الا لما يحصل تسوية كاملة لمستحقاته. كاملة لمستحقاته. وما فيش اي استثناءات للاهلي ولا الزمالك. والوضع هو ده. الوضع ده ما كانش قائم دلوقتي. وزي ما قلنا. ما عندناش مشكلة. بس محدش يجي يقول في اي لحظة. ان النادي الاهلي كان بيجامل. شفت حماس مهيب وبيتكلم لن يحدث ولم يحدث. بالتأكيد. طب انت ليه جاي بتتكلم عن فكرة ما يمكن حصل مع النادي الاهلاء. احنا عندنا موقف واضح جدا. وقت قيد كهرباء. النادي الاهلي كان مطالب بسادات كل المتأخرات اللي عليه. عشان كهرباء يتم قيده. نشوف الفيديو اللي بيأكد الواقع. عشان تبهى الامور متاحة للجميع. وتقدر تقيم مين اللي بيتمه مجملته. متعلق بالقيد بتاع يناير. فما فيش نادي هيسمح له. المديونيات اللي عليه ده خبر مؤاكل. يعني بالبلد مثلا نادي الاهلي عايز يقيد كهرباء. يوم واحد يناير. عشان كهرباء يلعب يوم واحد يناير. ربما يلعب يعني. مباراة الاهلي مثلا مع مصر المقصة. ويأيده في نفس اليوم افريقيا عشان يكمل بيه. اهلي عليه مديونية حوالي حوالي تمانية مليون جنيه. لازم يتدفعه. والزمالك عليه مديونية حوالي ستتاشر مليون جنيه. لازم يتدفعه. عشان يأيد. يكون له حق القيد. ده امر مؤكد مليون المية من قصوش واحد. هو الاهلي عليه تمانية مليون والزمالك عليه ستاشر. بس النادي الاهلي دفع خمستاشر مليون بالفعل. عشان يطم قيد كهرباء. لان احنا قلنا هنا ان النادي الاهلي مع اللوايح ومع القوانين. حتى لو فكرة ان حد تاني بيتجامل النادي الاهلي مش بيتجامل. فاتتك دي. اه. التماني اكبر من ستاشر. التماني اكبر من ستاشر. بقى تتفع اكتر من خمسة دلوقتي. حاجة صعبة جدا. النادي الاهلي دفع الفلوس زي ما حضراتكم شايفين. خمستاشر مليون ما كانوش تمانيع. زي ما الاستاذ متحة شالبي او كابتي متحة شالبي قال. ودفع النادي الاهلي خمستاشر وتم قيد كهرباء. والحقيقة ان الستاشر. بتوع نادي الزمالك يا فارس. اعتقد كان لهم حكاية في ترحيلهم او اه جدولتهم. كان لهم حكاية. وعشان كده عايزين بس نعرض الفيديو ده عشان نقفل به الحتة دي. لان مهم جدا نعرف ما ينبغي ان يكون عموما بعد ما نتخطى الازمة بتاعة الزمالك دي. الما ينبغي ان يكون لكل الاندي. خصوصا على لسان مسؤول. كان وقتها كابتن محمد فضل. وللامانة. اختلفنا مع كابتن محمد فضل في حاجات كتير جدا. ولكن انا مش ميال لفكرة ان يخرج كابتن محمد فضل وكابتن احمد عبدالله بن الاتحاد. ويبقى الاتحاد بيضار بسلاسة يدونهم. انا ما اسمع الفيديو ده لان فيه بلان كاملة اعتقد لازم تكمل لاخرها. وكل الاعضاء بيكون لهم تأثيرهم خصوصا لو فعلا كان برضو فيه ملفات مهمة معهم. رغم تختلف تتطفق ولكن قوة الاتحاد نفسه وقوة تأثيره وقوة القرارات هنلاقي مشاكل اعتقد هتظهر اكبر. نروح ونسمع الفيديو. انه الزمالك علشان آآ ماضي على اقرار بان اي فلوس تجيله من الكاف توصل الاتحاد الكرة فالاتحاد الكرة هياخدها من مديونيات الزمالك قرر ان يروح للكاف مباشرة وياخد فلوسه كاش. حصل? حصل. حصل? حصل. ازاي? ازاي ما تعملتوش مع الصغرة دي? لا هو مش صغرة هو اللي حصل والاهلي. والاهلي عمل كده? بس الاهلي مش ماضي على اقرار. اه. والاسماعيلي تقريبا ماصري او بيرامكس حاجة كده. يعني كانوا اربع عندها. وحصل الكلام ده الزمالك كان ماضي على اقرار. ان انت اي فلوس انه عنده تقريبا فيه الارصدة البنكية محجوز عليها. محجوز عليها. فانت اي فلوس بتدخلها عطول ديريكت للاتحاد المصري. وثم الاتحاد المصري بيطلع ان انت في حجز. تمام. فالفترة اللي فاتت اه انا بتكلم عن مستوى الشخصي انا فجئت. فجئت ان فيه فلوس طلعت لكن ملااش علاقة بالاتحاد المصري. يعني مفيش حد. يعني مفيش حد في الاتحاد المصري عمل حاجة. اه. انا اوضح يعني. اه اه راح للاتحاد الافريكي كان كان رئيس الاتحاد الافريكي كان يكلمني وانا في السوبر. وشرحت له الموقف. وقلت ان فيه مديونية على دي زمالك وماضي اقرار. طلعت له كل حاجة. ووضحت كل حاجة. وكان فيه فعلا فلوس دخلت كتير جدا. اخيره مباراة السوبر. مركز الاول دخل على طول الحساب الاتحاد. اه طبعا. ده الطبيعي بيحصل غاية ما اتخاط خاصة من المدينيات. وفي الاخر عرفت ان فيه فلوس دخلت اه. معرفش ازاي. كان رحل قانونية معرفش. في زمالك خدها كاش من الكاف. دي فلوس ايه. فلوس افريكيا. الكمفيدرالية. فمعرفش ازاي تلعت له الانداة. يعني الاهلي ما عنده يعني مفيش مشكلة خالص نادي الان فيش مشكلة. بس الاهي راح خد كاش. الانداة الاخرى مفيش مشكلة. معرفش. ما كانش بص حق اللا. ما تغيرش اخد اجراء. انه ده حقه. اه. بس هو طلع وماضي. اه. فدي طبعا حاجة تعملت. بس احنا كل دورنا احنا على طول الموسمر القادم هيبقى فيه اي نادي مش نادي الزمالك بس. اي نادي اه هتوقف كده لغاية ما يسدد جميع مديونياته. اه. هو بقى ده المهم. جملك جميع مديونيات. وعشان كده انا قلت البعض حيعتقد احنا كتير جدا كنت بنانتقد كابتن محمد فاط. طب ليه بتقول كده دلوقت? لان هو كان مسك ملف. كان بيقول انا كلمت رئيس الكاف في الموضوع وقلت كزا كزا. النادي لازم يسدد جميع مديونياته. فانت لقيت دلوقتي وضع مختلف خالص. رئيس الاتحاد هو اللي بتكلم في الموضوع. وبتكلم عن تسوية وجدولة وما فيش مشكلة. يعني مفيش حاجة خالص دلوقتي تقدر تعملها. لا مفيش طاب خلاص ماشا هنتصرف. هي دي. لا انا عندي المسئول يبقى موجود. وحاسبه على كلامه. غير ما اصلا الخطة اللي اتعملت ما تبقاش موجودة. فما عرفش حاسب حد. وان كان اللوايح المفروض تحكم الجماعة. هو الفكرة كلها اللي احنا عايزين نوضحها ونؤكد. ان النادي الزمالي كان عنده مديونيات. وقت قيد كهرباء في النادي الايلي. يناير. تم ترحيلها بوعد ان الفلوس هتيجي من الكاف تروح لالتحاد الكرة القضاء من مصر. الكاف راح لنادي الزمالي الفلوس. فحصل ايه. المديونية زادت ووصلت لصفقات الصف ده. فاللي حصل ايه. تم جدولتها. والله اعلم هيتم دفعها امتى. كنا حابين نوضح النقطة دي. برغم ان احنا معاها. وبندعم نادي الزمالي. لان في النهاية يهمنا جدا. ان منافسنا يكون قوي. لان بنستشعر لازلة البطولات. لما يكون المنافس قوي. ده موضوع. وقفلنا. عندنا موضوع تاني. للكابتن رضا عبدالعال. مش بتقفل. مش بتقفل. والله ما بتقفل. الكابتن رضا عبدالعال كان له تصرحات سابقة عن بدر بنون. والكابتن رضا عبدالعال دايما تصرحاته. متسرح. بتاخد نطاق بعيد خالص برا السندوق. لكن خلينا نبدأ الاول بالتصرحات الفنية اللي كانت عن بدر بنون. قبل انضمامه لنادي الآلي. او وقت اعلان انضمامه لنادي الآلي. نسمع الكابتن رضا عبدالعال. عشان نرجع نعقل. اقول لك على حاجة بس عشان الناس بس تزعل مني. اه. يعني بدر بنون اللي جايبينه ده. النادي الاهل. اه. واحمد بيكهم. احمد رمضان بيكهم. اه. لسه بيكهم مخلص رسم. اكسب رجالت لا. احمد رمضان بيكهم قد مية زي بدر بنون واي حد في الحدة دي. بس خلي بالك بدر بنون ده لعب خبرة. سيبك من القانطة دي. بس احنا شفناه. اه. لا بيعرف يتحرك ولا بيعرف يقف. هو طويل وسطيل عالفاضي. انا بكلمك على انت ليه يكون عندك لعبة هنا ولعبة كويسة وفهماك وعرفاك وعرف في طبيعة النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. واروح اجيب واحد قليل عشان ان انا جايب لعيم محترف. انا بقول لك هي دي مش كلة السفقة. انت بتجيب للشو ولا للي انت محتاجه. بطريقة الراجل اللي اسمه مسوماني. اه. اللي هو بيلعب من ورا. اه ويبدأ الهجمة من الشناوي دلوقتي. اي. مع واحد زي بيكهم. هيركب النادي الاهلي على اي فرقة في مصر. وبرا مصر. ده هو جاي ببادر بنون عشان دي. يا عم ببعرفش يقول لعب. عشان بيستلم من تحت. يا عم ده عم ات زحمة ببدير في الراس جاي. استعرضنا قبل كده موقف الكابتن رضا عبدالعال ورأيه ببادر بنون. واكدنا ان الكابتن رضا عبدالعال لا شاف بادر بنون ولا شاف لغير. وهو حك او خد قرار انه هيحكم على صفقة النادي الاهلي من خلال مباراة واحدة. واستعرضنا الكلام ده قبل كده. لكن الحقيقة. وهنا الكابتن رضا عبدالعال. هو هو. بيختلف بقى شوية عن الكابتن مجدى عبدالغاني. في نقطة معينة. انه هو بنفسه يقدر لقولك انا اصلا ما كنتش شفت اللاعب يا جماعة. يا بي بينسى والله. بينسى. كابتن رضا بينسى مش بيغرى ايه. حاجة جويسة برضو. لكن الكابتن رضا عبدالعال لما شاف بدر بنون من مباراة واحدة مع النادي الاهلي. وفكرة بقى التدرج بالكرة والكلام اللي كان بيقوله ده. وبقى يتخلص عن فكرة هو طويل وجمهيري النادي الاهلي. وصفقات الشو. وقلنا قبل كده مجلس النادي الاهلي ما بيعملش الصفقات شو. والامور كلها دخلت ده ضمن تخطيط ومدروس بشكل كويس جدا. لما الكابتن رضا عبدالشاف قال ايه? نسمع الكابتن رضا عبدالعال. انا بدأت ببادر بنون. انا ما عنديش مشكلة. ما عنديش مشكلة خالص ان انت تبدأ بيه. هو العيب. انا اول مرة اشوفه خلي بالك. فمطش الرجاء. ده التشكيل انا امون. فمطش الرجاء ما كانش كده. طبعا الشدناوي بدر بنون ايمن اشرف. واختبالك لما انا اتفرقت على بدر النهاردة. اهم ميزة فيه انه بيعرف باصر. خلي بقى لك بقى هنا اعلى من ياسر ابراهيم. في جزيرة. اه طبعا. انا ابص انا احنا نختلف نتفق. اهم. نهرج نضحك. اهم. انما لما تيجي تبص بقى وتتأكد وتشوف. تقول بما يرضي الله. اهم. يعني اللي انا شفته النهاردة انه بيعرف تطلع على الكرة صح. تمام. طب ودي حاجة كان النادي الاهلي نقصها مسلا تبوز الخلفي. اه طبعا. بالنسبة لخط الدفاع. هو كان الوحيد اللي بيعملها على اه فترات كان عيمن اشرف. اه. يعني من صفقة شوة كابتن رضا. وكلامك ان انت بتشوفه الاول مرة بعد مبارات الرجاء. وفشفته بشكل مختلف. هو ده اللي احنا كنا حابين نوصله لك كابتن رضا لمنطقات صفقة بدر بنون. واعتقد انت بتقول بتحب اللعبة بتاعت كرة. وشفت بدر بنون هيكون ايه. وبالمناسبة. احنا هنا لا بنحكم على نجاح الصفقة. ولا بنحكم على فشل الصفقة. فيه كل لعب بنجيبه. بيكون متوسمين فيه النجاح. طبقا لارقام. وطبقا ليسات معينة. وطبقا لوجهة نظر مدير فني ولجنة تخطيط. النجاح من عدمه. اللعب بيثبته ان شاء الله في الملعب. لكن طبعا كلنا يعني امنيات ان اللعب يحقق نجاحات كبيرة جدا يا فرس. خاصة ما يعني بيحتوي على شخصات كبيرة جدا. كليدر في. انت عارف انا بدر بنون وديانج فيه لعيبة كده بالنسبة لي. ومنشست. لهم عزة خاصة يا ابني. ان شاء الله. عايزين بقى نتكلم في حاجة. ودي قضية اتمنى ان هي تكون رسالة اعلامية. ودي الحاجات اللي بتبقى اعلاميا. بمعنى ايه. كابتر رضا قال رأي. بغض النظر عن هو بيطلع يقول رأي. شفنا في الشنة واستعرضنا احنا حاجات كتير جدا. كان قراءة كابتر رضا كلها متضربة فيها. وكلها بالهواء وبطريقة الترند. كل ده والله العظيم لا يعنيني. لانه في اطار رياضي. وفي اطار ترندات. وفي اطار عادي جدا. حتى لو اختلفنا معاه سهل جدا ترد ومش مؤذي لحد. ولكن في رسالة اعلامية. لحد اخر لحظة هنا حنتمسك بيها. وانا اللي مستغربه ان ازاي الاعلام لا يتناول ده. مع ان مصر عندها سياسات واضحة جدا. الدولة المصرية. مع كل المنظمات الحقوقية. وحتى المنظمات الدولية فيما يخص مصطلح التنمر. ومصر طلعت عقوبات مشددة فيما يخص التنمر. يا جماعة كابتر رضا عبدالعال. لا في نقطة مهمة جدا. شي كبالا. لما بعد الجماهير صورت فيديو عنه. تم القبض على الجماهير دي. ونفسته وفعلت القانون. فيما يخص التنمر. كابتر رضا عبدالعال بيعمل حاجة سيئة جدا. غير مقبولة. واعلاميا لازم يكون فيه وقفة شاملة من كل الاعلاميين معاها. ان انت بتصف المدربين واللعبين باوصاف لا يمكن ان هي تصنف كاوصاف رياضية. وتقع تحت طائلة التنمر مباشرة. زي ما واصف بدر بنون. قال ده شبه فلان وشكله فلان. تعالوا نسمع قال ايه. عن بيت سيماني ونرجع بسرعة نعقد. آآ رسال كتير جدا جدا للكابتر رضا. اطلاق كل مسيماني. والناس بتتكلم برضو على ان زي آآ كابتر رضا بيتكلم على مسيماني. يعني بتكلم على واحد من الصحابة. آآ. ده بكرشي وقد كده واقسم بالله كانتايه ومش شايف. لا لا يا كابتر. خلاص انت ملك النهار ده. مهيب بيتكلم معاه فبيقول له بيتسو مسيماني المدرب اللي بكرش كزا. انت متخال ان ده حوار كروي. ابنائنا واخواتنا والاطفال الصغيرين في كل مكان بيسمعوا ده رياضيا. بعد كده كمان مع مهيب تجاوز في حقه بوصفه حتى مش عايزين نعرض الفيديو رغم انه معانا والقناة اللي تعرض عليها الحلقة ما نزلتش الفيديو ومنزلتش الحلقة في الاعادة ومنتجة اللفظ ده ورغم ان احنا وصلنا الفيديو قلنا مش هنعرضه. لانه تجاوز في حق مهيب برضو بوصف الاعلاقة بالشكل. يا جماعة ده لا يمكن ان احنا نسمح بيه. النهاردة بنشوف في دور الابطال في مباراة فيها البيس جي. والفريق التركي حصل تجاوز من الحكم تجاه لاعب ووصفه بلونه. الفريق نسحب بالكامل. خلاص احنا رحنا لمرحلة ان الالفاظ اللي فيها تنمر لازم نقف عندها. ما ينفعش ده اعلامية نصدر. ودي رسالة مني. للمجلس الاعلى للإعلام لازم يكون فيه وقفة تجاه المصطلحات دي. وكمان بكلم النادي الاهلي لازم يكون فيه تدخل واجراءات قانونية تجاه اي حد بيوصف في داخل منظومة النادي الاهلي بمصطلح زي اللي رضا عبدالعال بيستخدمه. وحبينا نعرض بس في النهاية قانون العقوبات رقم 309 اللي بيعرض كابتر رضا عبدالعال للحبس ستة اشهر نتيجة مصطلحات فيها اساءة والمصطلحات البدنية او اللي بتتناول الشكل او الدين او اللون او العرق. رسالة مهمة جدا. ضيعة مستقبل الراجل. لا 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 يا احمد. ده مستقبل ولادنا اللي لازم نعف عنده. واخيرا نتمنى نكون الحلقة كان فيها حاجات كتير جدا كنتم مستنينها. وتأكدوا دايما انه مش قصة القضية ممكن مع الاهلي حاجات كتير جدا ممكنة طول ما احنا منظومة واحدة هدفها النجاح. نشوفكم الحلقة الجاي.